تحذير خطير لألا تضيع كل الأجور العظيمة التي كسبتها في حياتك في لحظة واحدة بعد أن سجلت أخي في سجلك مليارات الحسنات لابد لك أن تحافظ عليها وإلا لم تستفيد شيئا ولمعرفة ذلك لابد أن تحضر من أربعة أمور خطيرة وهي واحد المعاصي والذنوب قال صلى الله عليه وسلم هذه المعاصي والذنوب تحبط السيئات فاقترف ذنب واحد مثل الزنة مثلا أو انتهاك محارم الله كفيل بإحباط الحسنات ولو كانت كالجبال قال صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورة قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهاكوها صحيح رواه ابن ماجا اثنين العجب والاخترار بالأعمال الصالحة فإنها تحبط ثوابها لأن صاحبها ظن أنه سيدخل الجنة بعمله فقط وليس برحمة الله لذلك على المسلم أن يعلم أن قيامه بالأعمال هو بفضل الله وتوفيقه أولا وأن لا يغطر بكثرة عمله لأنه لا يعلم أقبل الله منه أم لا والله تعالى لا يتقبل الأعمال إلا من المتقين قال إنما يتقبل الله من المتقين ويجب أن يعلم أن أعماله الصالحة كلها لا توازي نعمة واحدة من نعم الله عليه كنعمة البصر كما أن هناك الكثير من عباد الله أكثر منه عملا وثوابا ثالثا الاعتداء على حقوق الناس إذاء الناس بغيبة أو شتم أو سب أو نميمة أو أخذ حقوقهم بغير حق كل ذلك يسلب من الإنسان حسناته يوم القيامة وطأطى لمن آذاهم أو اعتدى على حقوقهم فيأتي يوم القيامة وقد أصبح مفلسا من الحسنات بعد أن كان لديه المليارات وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المفلس بأنه من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيأطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم عن أبي هريرة رابعا السيئات الجارية تأكل الحسنات ولو بعد الممات ومنها إغواء المسلمين وإفسادهم كالفتوى بغير علم أو إبعاد مسلم عن الالتزام وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم